موسيقى عزيزي المشاهد أحبائي أرحب بكم في حلقة جديدة من مدرسة المسيح خطوة تانية جديدة في رحلة طويلة جدا أنا عارف أن الحلقات فاقت تصورنا حتى وإحنا بنسجل لكن ما أمتع أننا نقضي وقت وإحنا بنتعلم الحق وإحنا بنسمع السيد والمعلم بيفتح أذهاننا وقلوبنا وينيرنا في رحلتنا معاه لنختبر نعمة الله التي وهبنا إياها ابتدنا الحلقة الماضية سلسلة جديدة تحت عنوان السراع الروحي السراع الروحي الحرب الروحية وقلنا للكلمة دي مش بنحبها قوي لأنه في ناس كلمة حرب معناها صيف وترس ومش عارف إيه ورمح ودبابة وغواصة وكلاشنكوف وحاجات كده بتموت إحنا مش ده اللي بنتكلم عنه إحنا نتكلم عن سراع روحي وفي الحلقة الماضية اتكلمنا عن من هم الأعداء الحقيقيين ودي قلناها قبل كده لما تكلمنا عن لقنا بالمسيح وقلنا إن المرة اللي فات تركزنا على العدو الداخلي اللي بيغلبني جوايا جسد الخطية لكن المرة دي بنتكلم عن العدو الخارجي إبليس وأجناد الشر الروحية وده مونوع للسراع الروحي مع إبليس خصمنا زي ما تكلمنا المرة اللي فاتت اصحوا اصحاروا لأن إبليس خصمكم يور انيمي عدوك يجول ملتمسا من أن يبتلعك فأنا عايز أبقى مستيقظ وواعي وفايق عشان خاطر أقدر أقف في هذه المعركة واختبر النصرة اللي تكلمنا عنها المرة السابقة الرحلة بتاعتنا دي زي ما قلنا المرة اللي فاتت هتدور حوالين أساسا من هو إبليس بكل معانين خليني أقرأ تاني الشاهد دوت اللي احنا قلناه الحلقة الماضية بطرس أولى خمسة تمانية وتسعة اصحوا واصحروا لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يقول ملتمسا من يبتلعه هو هنضيف جزء ما قلناهوش بقى المرة الفاتت فقاوموه مش بس أعصح كده واستيقظ واخد بالي عشان ما يقرمنيش لأن أنا كمان هعمل إيه لأن أنا هقاومه I will fight أنا هحارب فدي معركة حقية مش مجرد دفاع ده فيها دفاع وهجوم فقاوموه راسخين في الإيمان عالمين أن التجارب دية هذه الألام اللي أنتو بتمروا فيها تجرى على إخوتكم الذين في العالم يعني ده مش أنتو بس ده إيبليس بيعمل كده فيك وفين وفين اللي بتوعه هو مش بس بيكرع أبناء الله هو بيكرع البشرية كلها اللي معاه واللي مش معاه هو قتال الناس إيزا بوتشر هو جزار يذبح ويقتل ويولك السارق اللص اللي تكلم عنه المسيح في يحنى عشرة الذي يأتي ليسرق ويذبح ويهلق فبيقول يا جماعة خلي بالكم ده مش أنتو بس اللي بتكتازوا الظروف ديت تتفرجوا على الحروب اللي موجودة حوالينا بيحصل في أفغانستان بيحصل في أباكستان بيحصل في الصومال اللي بيحصل في كل حت حوالينا الناس بتذبح وبتخلق بأيدي بعضها البعض كمية الحروب الأهلية اللي احنا بنعيش فيها تتفرجوا على العراق كل يوم الشيعة والسنة بيعملوا إيف بعض فبيقول خلي بالكم قوموا راسخين في الإيمان علمين أن هذه الألام تجرى على إخوتكم الذين في العالم أيضا مرة تانية الجزء ده حيبقى جزء أساسي جدا في الدراسة بتاعتنا عن موضوع الصراع الروحي قفسه الستة من عشرة إلى عشرين أخيرا يا إخوتي بيختم رسالته بيقول خلي بالكم عايز بقى عايز أنبهكم الحقيقة دي تقاوف الرب وفي شدة قوتي البسوا سلاح الله الكامل وحنباني دول حاجتين غير بعض وحنتخش فيهم النهاردة في الحاجتين دول في الجزء التاني من الدراسة بتاعتنا تقاوف الرب البسوا سلاح الله لكي تقديره يعني من غير الحاجتين دول مش هينفع مش هينفع العدو ده أكبر مني عدو ده أكبر مني وأسكى مني ويقدر يضحك علي يعظم انتصارنا بالذي أحبنا إله السلام يسحق الشيطان فأنا في معركتي دية مع إبليس محتاج ربنا وأسلحته وحنشوف مش أسلحته سلاحه مش بتجمع من المفرد تلبسوا سلاح الله الكامل فتقاوف الرب البسوا سلاح الله لكي تقديره أن تثبوته ضد مكاين إبليس مصارعتنا زي ما قلنا ليست مع دم ولحم بل مع رؤساء سلاطين ولاة العالم على أجناد على ظلمة هذا الظهر مع أجناد الشر الروحية في السماويات من أجل ذلك عشان كده بيرجع يقول تاني احملوا سلاح الله الكامل لكي تقديروا أن تقاوموا في اليوم الشرير وبعد أن تتمموا يعني بعد أن تحتلوا الحاجات اللي هو كانوا أخدها أن تثبتوا ففيه هجوم وفيه استرداد لحاجات خدها وبعد ما أخد اللي هو أخده مني ديت أتعمل إيه أثبت ما أخده مش مني تاني ما أرجعش الورا بيحصل في حياتنا كده مش كده مرات بيأخد حاجات من حياتنا وبعد نرجع نستردها وبعد نستردها وبعد شوية نعمل إيه هي هي أخدها تاني فبيتكلم عن معركة فيها بتقدم لأدام وباخد وبثبت وبتقدم وباخد وبثبت في النصرة وفي الغلبة في هذه المعركة الروحية قاوموا إبليس ففيه كلام إيجابي كتير في الموضوع دوت في هذه المعركة مش بس ما اتحكش علي لكن قاوموا راسخين في الإيمان قاوموا إبليس ياقوبة 4-7 قبلها اخضعوا لله قاوموا إبليس معناه أني وانا خاضع لربنا عندي سلطانة أقاوموا إبليس لو قاومت إبليس بدون خضوعي لربنا يعمل فيه ايه ياكلني ياكلني لكن وانا خاضع لله أقاوم إبليس يعمل ايه هو يهرب مني هو يهرب مني يعني أنا رب يد هو يخاف مني موت لو معايا المسيح لو خدم المسيح كده ورايح. هو عيجوب المسيح اعمل ايه? فاكريين ارواح الشريكة بتعمل ايه? جيت هلدوا عزبنا ويزرخوا بتاقي ان انت كنت عامل جدع. فاكريين مجنون كرة الجدريين ده اللي كان محتل المنطقة ومعدش عارف يمسكه صح? جاء المسيح اعمل ايه? فرفت كده في الارض. مرح ما اخدش حد اري عليك. النهار ده ملك زي فرخة مدبوح اه? ده الفرق. ده الفرق. ده الفرق. الصورة دي لازم تبقى لازق في زهنانا. الكبير ده امامي السوع بيتحاول ايه? فسة. كده انفخة يجري. يطلع يجري. يهرب. 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 قوم ابليس فيهرب منكم. الجزء الاول من الدراسة بتاعاتنا دي نصف الدراسة دي هتدور حوالين مين ده? بيفكر ازاي? الاية اللي هنستخدمها كرونس تانية اتنين اتناشر. بيقول لقلا يطمع فينا الشيطان. لاننا لا نجهل افكاره. يبقى انا لو انا جاهل عنه هيعمل فيه ايه? هيطمع فيه. لو انا مش فاهمه كويس هيعمل ايه? هيضحك علي. لو انا فاهمه كويس. وفاقس الاعيبه. مش هيعمل ايه? مش هيعرف فيه دي حكي علي. فبقناعنا على الاية دي هناخد نصف الدراسة التعرف على ابليس وافكاره وطرقه ونظامه وهو مين? مين هو ابليس? هناخد ده في اربع اجزاء ورا بعضها. طبيعته مين ده? اسماؤه. ايه الاسماء بتاعته? اللي بعارف ان هي دي تكرار مرادفات لنفس الشخص. القابه اللي بتحدد مكانته وسلطته. مملكته وتوزعها ونظامها شكله ايه? واضحة? فعشان نتعرف بس على مين ابليس ده مش افكاره بس مين هو ابليس? هنشتعرف على مين هو ابليس? هنشتعرف على ابليس وافكاره صح كده? الف مين هو ابليس? عندنا اربع حاجات هندرسها مع بعض. طبيعته اسماؤه القابه مملكته. واضح? طيب. ناخد حتة كده بقى نسمع بعض ونلعب مع بعض لعبة كويسة قوي. هيطارد علينا شوية صور مختلفة. ليه? عزين نعرف مين فيها هي ابليس. لما تشوف الصورة دي تقول مين ابليس في الصور ديت المختلفة. واضح الفكرة ديت? فبص كده كويس? عشان تبقى عارف هتقول لنا ايه? ليه? اخترت الصورة دي واخترتها ليه؟ مجز المسيح اشتركوا في القناة 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 موسيقى سيأتي على شكل الملاك بأي ملاك يظهر يبقى هو إبليس بس أنا شايف إبليس بيسهب بكل الصور وكل الصور أنت عطاه هي كل إبليس ممكن يبقى كل دي إبليس بس كل دي إبليس الواد اللي بلعب بالبالونة إبليس إبليس بيسهب بقى شكل البنت الأمورة لانها زرقه ديت 항ها بيسهب بقى شكل حسب المواقف حسب المواقف، أنت رأيك أنه ممكن يبقى كل دي إبليس lesbian رأيي تاني ايوه انا رأيي ابليس ان هو كل فتاة جميلة يعني ما يفعش ابليس يظهر بوجه القبيح الحقيقي عشان ما ترفيتش فهو بيبقى مسيطر على كل حاجة جميلة عشان ده الطعم اللي يجذب فيه لأي بنت امورة تبقى ابليس لأي بنت امورة غير مؤمنة يا لهوي احنا هنا معنا اي بنت امورة لأي راجل هتبقى ابليس لأي بنت امورة يعني اي بنت امورة بس تكون مؤمنة دي مش لابليس لكن اي بنت مش مؤمنة امورة وتكون فتحة لابليس سكة تبقى هي ابليس لا 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 استنى ايوه فيه خنائها ايوه استنى نسمع الشاب ده الاول ايوه ايوه انا رأيي انه يعني بزر اي بنت امورة بتشوفها بتحسنها امورة لا لا مش دايمة لا مش دايمة لا يوجد منه حورية وممكن يظهر لي في سورة ملاك يعني ايه المشكلة هيكون بيزر في سورة ملاك يعني انت ما فيها اه 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 اصدلت لا 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 ما هو بيزر في طوره مختلفة بس مش دائما تبقى لا انا معترض على انه اشكال البني ادمينة اللي ظهرت دي ممكن تكون ابليس هو احنا كلنا تخلقنا على شبه سورة الله بس انا لما بنتمي الابليس واعماله وتصرفاته اه اه والنظام العالم نم inclusive انا ابليس اه ابقى انا ابليس مش انا ابليس ببقى منه انا بقيت تبع لي بما اني بس ابقى انا ابليس لأ مابقدش ابليس شكل ابليس فما فيش انسان هو ابليس لا ما ينفعش الا SkinCBS البشر اللي دول ليش قبلسة لا مشابالسة خالص سومها يلوق ابالسة لا انا مش موافقة انتي مش موافقة مين موافق مع مين مين رأيوهم ابالسة مين رأيو مش ايوا احنا تعلمنا طول الوقت اللي فات انه مفيش مش بشر. مش بشر. مش لحم ودم. فمش النهاردة هنقدر بقى من الصور ده ولا دي. اه. فده استحالة. اه. لبقى دي حاجة نوجد تنظر انا نركانها. اه. بس في صور ما كانتش بشر. بقى. اه. ان كانت بشر بتمثل افكار ابليس ايبليس او او رسومات بتمثل افكار ابليس. فده مش ده ابليس روح. انا درش نقول ابليس هو ده. ابليس فكرة. فكرة. يعني هو شكله ايه? شكله. بقرون. لا. هو شكله اوكي. وضوافر وديل. ابليس بيتشكل باشكال كتير يعني زي ما اخدنا قبل كده في حاجات ابليس او ممكن يبقى جاي ام يعني متسلط على حد حلو قوي. ام. بيديني فساد او يديني شهوة. ممكن يكون بيتسلط بواحد قوي قوي بيديني عزمة. بيتشكل. ام. لكن مش الشكل القبيح اللي في الصور. ام. يعني هو مش اصلا شكله قبيح. هو بياخد اشكال. طب ليه مرات بنصوره فيش صورة القبيح اقوي ديت? عشان نكرهه او عشان نخاف منه. هو بيعايز يخوفنا. اه. اه. يعني هو اللي عمل كده ولا احنا? احنا عملنا كده في محسنة. احنا اللي صورناه كده ولا هو? انا متهيقلي احنا عملنا كده. احنا اللي عملنا كده مش هو. احنا عملنا كده في محسنة. لا لا لا. احنا شوهنا. منه هو. لا لا لا. استنوا يا جماعة خلينا ناخد اندي مع بعدينا عشان اه. انا 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 رأي انه هو ادينا الانتو بعد عنه عشان نخاف منه. عشان نخاف منه. عشان نترعب ونقول ان هو ده يعني مش ممكن نقدر عليه. اوكي. طب نروح للترابيزة دي معلش بعد نرجع لكو تاني. اه. ايوة. انت قلت دول فتولة لأ. طيب نسمع رأي تاني. ايوة. انا من رأيي ان ابليس ده فكرة. فكرة مسيطرة. مش شخص. مش شخص. خالص. خالص. لان انا فكرة بتخرجني من محضر الله. زي القوة. في الاجسام اللي ظهرت. زي الموضة. زي الكمبيوتر والحاجات اللي ممكن تبعتني. يعني الكمبيوتر ده ابليس. مش باستخدامه الخاطئ. يا لا. وده احنا عطيني هنا. يا ده عطيني ابليس معنا. لا. لما يكون مسيطر علي. يعني لما يكون فكرة بعداني عن الله وحاجة مقعداني قدامي. يعني ابليس مش شخص. ابليس فكرة او حاجة بتسيطر علي. وانا فاكرة انه في الكتاب كنا بنقول عليه انه جميل قوي لانه قال له عليه زهرة بنت الصبح قبل ما يسقط. يعني هو جميل قوي. كان جميل قوي. مش قبيح قوي. وحصل له يا حد رمى عليه ما يطنار. في الكتاب قال انه. فطلعت القرون. مش هو كان الحية شكل الحية فاحنا لما بنشوف تعبان بنقول. هو كان الحية. ما آآ انه اتكلم. استنوا يا جماعة غالية ناخد نيندي مع بعطينا. هنازلين نفكر دلوقتي. انا فهمت. هو ملاك ولا حية. انا فهمت انه لما اكلم حوا في الحية انه انه ابليس هو خد شكل الحية. فانا حتى لما بشوف حية بربطها في ذهني بابليس. فاي حية ده ابليس. فاللي بيحط هنا حية ده رابط نفسه بابليس. لأ مش اي حية هي ابليس لكن ده اللي قاله الكتاب. انه. قال ايه الكتاب? قال الكتاب انه الحية دحكت على حوا. فهو مش الحية نفسها لكن هو ابليس اتكلم في الحية. كويس. شكله ايه ابليس? حية? بس. مش عارفة. طيب. طيب عشان الوقت بتاعنا. بس. انتوا فهمين احنا بنعمل ايه? احنا الفلكلور. الفلكلور. عملت جوانا صور. فبقى كل واحد عنده انطباع معين. فهماني? ففيه انطباع ان البنت الامورة. هو هتقرب منها ديت. داروا كلهم كده فالبعض هو المنظر المخيف. هو ده ابليس. والبعض هو الحية هي ابليس. القط السودة. القط السودة هي دي ابليس. قد عدي قط السودة معنا فيه روح شرير معادي دلوقتي. اقتلو. فاهم اه وازبح وزبحة. فاحنا عندنا تصورات معينة خلِدنا نقول ده ابلس ولا ده ابليس ولا ده ابليس ولا ده ابليس ولا كله دول ابليس ولا واحد منهم ابليس وهأل ابليس شخص؟ ولا فكرة incidence تلبس اشخاص فمNOكَ تلبس بنت جميلة فأيبقى هي ابليس تلبس حيه فأنيبقى الحيه هي ابليس واضح السؤال ايه واضح السؤال ايه واضح مش متفقن احنا صحح Airhim احنا اختلفنا في الرأي طايل خلانا نقول الكتاب بيقول ايه ممكن نقول الكتاب بيقول ايه مين هو إبليس فأول حاجة هناخدها طبيعته مين الشخص ده وهل هو شخص واللي هو فكرة واللي هو قوة واللي هو نظرية واللي هو ايه بالزبط طبيعة إبليس عندنا آيات مش كتيرة بتتكلم عنه عن طبيعته وتقالت بطريقة رمزية مجازية أكتر ما هي طريقة تعليمية مباشرة عشان نفهم من غير منتفلسف من غير لأن مش ده موضوعنا ما يخصناش قوي المعلومات القلية اللي تقتلنا تكفينا للتعامل مع هذا الكائن واضح واحدة منهم اللي جات في أشعياء 14-12 بيقول كيف سقطت من السماء يا ظهرت بنت الصبح بالانجليزي لوسيفر ظهرت بنت الصبح دي لوسيفر إيه العلاقة ما بين لوسيفر وما بين ظهرت بنت الصبح ليه تسمى بالاسم ده ليه تسمى بالاسم ده كلمة لوسيفر زي ما احنا شايفين كده معناها light bearer حامل النور المتلقل انت شايل النور ده كائن كبير قوي ده شايل النور حامل النور شكاب العربي سميناه ظهرت بنت الصبح بنت النور اسم نجم بيضيء في الليل مبكرا انت عارفين الزهرة الزهرة متأكدين هي بالزبط في العادة القديمة هي اللي سموها زهرت بنت الصبح ده اول كوكب هو كوكب مش نجم بيبان بالليل صح كده؟ اول ما دنيا تليل تلاقي نجم بان كده ده مش نجم ده كوكب اللي هي الزهرة اقرب حاجة الينا وبدأ منورة قوي وتفضل منورة طولي لي اول واحدة بتبان وتفضل منورة فبيقولك انه هو ده لوسيفر النجم المتلقلق ده حامل النور حامل النور بيقوله كيف سقط ايه اللي وقعك ايه اللي دهولك الدهولة دي ايه اللي عمل فيك العملة المهببة دي واضح؟ ناخد آية تانية يتكلم عنها الكتاب هناخد آيات وبعدين ناخد اللي سلايد ده بيقوله في حسقيال 28 12 13 انت خاتم الكمال ملقان حكمة وكامل الجمال يظهر هو البيت الامورة يظهر طلعت في الاخر ولا ايه خاتم الكمال ملقان حكمة وكامل الجمال كنت في عدن جنة الله كل حجر كريم سطارتك يعني غطائك عقيق احمر ويقوت اصفر عقيق ابيض وزبرجد وجزع ويشب ويقوت ازرق بهرمان وزمرد وذهب فاكرين الوصف ده يوسف يشبه الوصف بتاعنه فاكرين البكرات بتاعت الكاروبيم اللي بيصفها حسقيال فاكرين الوصف بتاعت الكاروبيم اللي مليان عيون صح كده ده ده إبليس ده لوسفر واو بيقول عنه ايه بقى هنا تاني حسقيال 28 14 15 أنت القروب المنبسط المظلل وأقمتك على جبل الله المقدس كنت بين حجارة النار تمشيت أنت كامل في طرقك من يوم خلقت حتى وجد فيك اسم يبقى هو مخلوق ولا ايه يبقى هو مخلوق يبقى هو مش فكرة يبقى هو مش قوة هو مخلوق هو كاروب هو كاروب هو رئيس ملائكة تفهميني هو واحد من الكبار أوي من أروع ما خلق الله وصنع كمال الجمال حامل النور ملقان حكمة هو مش القبيح ده الوصف الكتابي ليه حتى وجد فيه كائز لغاية لما وقعت بصوه بصوه هنا كمان أنت بكلمه أنت قلت في قلبك ده سبب الخطيئة أنت قلت في قلبك أصعد إلى السماوات أرفع كرسي فوق كواكب الله أجلس على جبل الاجتماع في أقاص الشمال أصعد فوق مرتفعات الأرض أصير مثل العلي يبقى إذا نوع مخلوق كاروب كاروب من رؤساء الملائكة كامل الجمال بس مشكلته قال لي روحوا إيه أرفع إيه كرسي أكون مثل الله ليه أبقى مخلوق ما أبقى خالق ليه ما أبقى تابع ما أبقى ريز أعمل إيه أعمل انخلاب أعمل إيه انقلاب واستولي على العالم أعمل انقلاب حسقيال 28 خطبالكو فيه شاهدين كبار أو بنستخدمهم أشعياء وحسقيال فأطرحك من جبل الله وأبيدك أيها الكاروب يبقى هو كاروب كاروبين والصارفين مش كده ده كاروب أيها الكاروب المظلل من بين حجارة النار قد ارتفع قلبك لبهجتك أفسدت حكمتك لأجل بهاءك سأطرحك إلى الأرض وأجعلك أمام الملوك لينظروا إليك فبدل رياستك ما بقت في السماء طرح رياسته عشان تبقى فين الأرض الكم جزء ده واتشرح جميل جدا وافي جدا عشان نفهم مين ده مين ده اللي اسمه وحنكلم عن أسماءه مين يطلع ده مين يطلع ده حيبان أكتر قوي دلوقتي عشان كده خليني أقوله إذن طبيعة الشيطان طبيعة روحية مخلوق روحي رئيس ملائكة كاروب رئيس ملائكة سقط بسبب الكبرياء صح؟ يعني ده المرخص بتاع الشواد كان ليه رضبة عالية جدا وليه مكانة عالية جدا في الجمال والكمال والحكمة في الجمال والكمال والحكمة ليه عقل ليه بيفكر وليه إرادة مستقلة فقدر يختار أنه يتمرد ويتكبر ويسور على ربنا ويرفع كرسيه ويكون معادلا لربنا لو تفتكروا هي نفس الحاجة اللي عرضها على مين على آدم وحواء في جنة عدم يوم تأكلها من هذه الشجرة تصيران كالله نفس إغراء الكبرياء نفس فكرة الاستقلال صوره استقلوا طلعوا برا المحبة دي ليه تبقى تابع وإنت تقدر تكون زيه ما أنت حاولت حصل إيه وقعت بتعمل معايا كده ليه عشان عايز أوقعك معايا عشان عايز أجرجرك معايا عشان تيجي معايا في التمرد على الخالق عشان تبقى في الكتيبة بتاعتي واضح الفكرة دي فده اللي يربط الاتنين اللي يخلي الفكرة كلها منطقية فهو رئيس ملائكة كاروب مضلل وهذا الكاروب بسبب كبرياء قلبه أنه اختار أنه يتعالى وأن يرفع كرسيه وأن يكون معادلة له سقط وربنا طردوا من المكان دوت اللي في السماء من السلطان ده من هذا الحضور وصار سلطانه على الأرض بسببنا إحنا هنتكلم عن الحكاية ديت بعد شوية أرجو إن الحت ديت تبقى واضحة لنا عشان كده الصور المختلفة اللي إحنا جبناها ديت دي كلها آور فانتازي يعني دي التعبيرات هو بقى شرير فإحنا بنصوره شرير وهو مرات بيظهر للناس كده مرات عشان يخوفنا منه ومرات بيظهر بصورة جمال جدا عشان يكتذبنا إليه ويقدر يظهر شبه ملاك نور أنه أصلا ملاك هو الحية ولا هو استخدم الحية هو استخدم الحية هو استخدم الحية هو تكلم في الحية واضح لنا عايز أقوله وأن الحية سمحت له بكده لعنات لأن هي تستخدمها بس هو مش الحية هو بقى اسم الحية القديمة فدي واحدة من الألقاب عشان يعبر عن المكر لكن هو مش الحية فمش كل تعبان إبليس ومش كل بنت جميلة إبليس بالحكس بالحكس يا جماعة بالحكس فهو ليس بشر ومهما سيطر عن ناس الرجل المجنون ده لإبليس كانت فيه لاجئون كتيبة هو مش إبليس هو مش إبليس لأن متحرم إبليس كان لابس وعاقل وخادم للمسيح وشاهد عن المسيح هو مش إبليس هو مش إبليس هو لما بيظهر بيظهر في صور مختلفة هو لما بيلبس الناس ما بيخليش الناس إبليس هو بيستخدمهم أو بيستخدم الحية الحية مش إبليس هو استخدم فهمين الفرق الاتنين فهو مش فكرة هو كائن روحي رئيس ملائكة كان في كمال الجمال والحكمة والكمال وسخط بسبب الكبرياء اختار الكبرياء اختار أن يكون معادل الله اختار بدل أن يخضع على الله ويخدم ربنا أن يستقل عن الله وحنشوف أنه في ثورته ديت مش وحده صار كتير من الملائكة تبعته عشان كده بقى لي جيش وبقى لي أتباع وبقى لي مملكة مملكة إبليس عايز أعف هنا عشان عايز أسمع أسئلة عايز أتأكد أن الحاجة دي واضحة لأذهان وأن الصورة دلوقتي بين الفرق بين هذا وبين ذاك أعرف من إن الظهر ده إبليس ولا من إبليس أو مش إبليس خالص يعني الملائك لما كان بيظهر كان بيغير التاريخ وكان بيغير الرسالة يعني الملائك لما كان بيظهر كان بيظهر برسالة أو بإعلان فأنا أعرف من إن لو ظهر لي في البيت كده وأنا قاعد في البيت ظهر لي مش لازم يكون أعرف من إن ده إبليس ولا ملائك صح كده بيظهر لناس كتير قوي هني أتكلم عنك دلوقتي أعرف من إيه اللي ظهر لي دوت إبليس ولا ملاك من اللي بيقوله لو ما فيش رسالة أو إعلان وبيظهر للعالم أو بيظهر للناس أو بيظهر لمجموعة كبيرة من الناس من اللي بيقوله من الظهور دايما ده ليه رسالة صح؟ حتى لو ما تكلمتش مش كده الظهور بتاع العذراء القديسة مريم في الوراء ما تكلمتش بس كان في رسالة مش كده حضن الصليب حمام بيطير حواليها في رسالة ولا ما فيش رسالة بتقول إيه دلوقتي هي بتقول إيه وهي حضن الصليب بتقول إيه بتقول كلام كبير أوي صحيح بتقول كلام كبير أوي كبير أوي 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 تشهد لصليب المسيح الصليب ده حقيقي مش كده العذراء بتقول إيه الصليب حقيقي اللي عايز يفهم يفهم معه يعني وضعين يعني هو خلاص الظهور ده دايما معه رسالة من غير كلام وحيانا كلام تحبلين وتلديين ابن ما بتعرف اسمه يسوع في رسالة مش كده فالرسالة دي الدعوة دي سلام ولا انزعاج سلام لك آياتها المنعم علي سلام ولا انزعاج لما ظهر الملاك لكرنيليوس قال له إذا بستدع رجل اسمه سمعان عندي سمعان ليخبرك بطريق الخلاص مش كده وما بين بيظهر لي ويدعوني ليه العلاقة جنسية تعارفين في جن بيظهر للناس عشان يدعوم لعلاقة جنسية معاه دي يبقى ملك من ربنا صح لا أو بيرعبني وبيهددني وبيقول لي مش معايا عشان اخدمك يبقى ده خادم سحر مظبوط يبقى انا بتكلم فالظهور ده دايما معا رسالة ايه الرسالة ايه المحتوى ايه الحق ايه الشعور اللي وصل لي سلام ولا انزعاج خدني ناحية ربنا ولا خدني بعيد عن ربنا شاور على المسيح وشاور على الصليب ولا شاور على نفسه واضح اللي بقوله فاعرف منين ان اللي ظهر لي ده ملك نور ولا ابليس في شبه ما لك نور من الرسالة اللي بيحملها من الرسالة اللي بيحمل الرسالة دي مش شرط تبقى كلام الرسالة دي شعور وإحساس مش كده سؤال تاني سؤال تاني ليه ربنا اعطى الابليس السلطاني ان يكون رئيس هذا العالم اكمل بس الجزء الباقي ممكن لا لأن السؤال كان عني غلط هو ربنا ما اعطاش ابليس ان يكون رئيس هذا العالم هو طرحه الى الارض مش كده الناس انتخابته رئيس فمين اللي عين رئيس هذا العالم الناس بالانتخاب الحر ربنا قالوا عندكم رئيسين تختاروني أنا أو المتمرد علي أنا الأب الصالح الخالق أو المخلوق المتمرد المتكبر الناس اختارت المتكبر لأننا عايزين يبقوا هما متكبرين فاللي عين إبليس رئيس هذا العالم من البشر بالانتخاب الحر والانتخاب بقى الكتروني ده بقى بقى نروح نجو نكتب ورقة لأ ده كل واحد في قلبه كده بتتسجل في السماء بيبني النتيجة على طول إبليس يقول له أنا اللي واخد أصوات أكتر طيب ليه ليه ربنا ما مداش فرصة لإبليس إنه هو يتوب زي ما قده فرصة ده سؤال جميل جدا جدا نعرف القليل عنه حاجة هو بالقليل اللي نعرفه ليه مش زي آدم أعطي فرصة للتوبة وللرجوع عشان الوصف اللي كان عنده الكمال الجمال الحكمة حامل النور زي ما بنقوله كان عنده فرصة كاملة ومطلقة فمفيش أي معنى ان ياخد فرصة تانية الإنسان ما كانش عنده هذه الفرصة الكاملة مش كده أولها تاني تاني إبليس لما خلق خلق في السماء الإنسان لما خلق خلق فين الأرض عارفين جنة عادة كفاة الأرض الناس فاكرين ان الجنة عادة كان فين في السماء وإنسان تسِخط ربنا نزل الجنة ونزل للناس من فوق ما كانش إعنا ما أكوناش فوق إحنا يوم ما عملنا عملنا هنا مش كده في البداية خلق الله سمعته الأرض وبعدين عمل الارض وبعدين عمل الانسان فين في الارض وعمل له جنة هيش فيها في الارض لكن الراجل ده رئيس ملائكة موجود في حضرة الله في السماء من يوم خلق عنده كمال المعرفة عنده كمال الجمال عنده كمال الحكمة دي الاريات الاريات ايه فرصة تانية مش يبقى فيه فرصة حسن ايه فرصة اولينية لكن الانسان ما كانش عنده هذه الفرصة بكمالها مش كده ادم كان بيكلم ربنا ربنا بيطلع يزوره كده مش بيشوفه مش كده مش كده فاكرين لما ندى ادم ادم اين انتوا فسامعت الصوفة في جنة خشيد لاني عريان فاختبات فبنكلم عن بكلمه انا مش بشوفه ادم لم يرى الله ففرصة ادم حقيقة لم تكن زي فرصة ايه لوسيفر لوسيفر كائن روحي الانسان كائن روحي ومادي في ذات الوقت محدود موجود على الارض فما قدرش اقول ان فرصة ده زي فرصة ده وتكوين ده زي تكوين ده على الاطلاق الانسان خلق على صورة الله وشبهه لكن ده ما خلقش على صورة الله وشبهه ده خلق ارواح خادمة ارواح خادمة فاحنا مش زي بعض احنا والملائكة ولا فرصتنا كانت زي بعض فما قدرش اقول ليه مدلوش فرصة تانية زي مدانا احنا فرصة تانية واضح الفكرة دي طيب طيب واضح ان عندنا اسئلة تانية كتيرة ممكن ناجلها للحلقة اللي جاية احنا مع بعض احنا ورانا احنا قديم مع بعض فاحنا اسمحولي ناخد الموضوع هيبقى عندنا اسئلة كتير قوي كل ما هنتكلم هنطلع اسئلة كتير قوي لان العالم ده احنا قليل ما بنتكلم فيه وقليل ما بنسأل فيه احبائي عزيزي المشاهد اشكرك عشان متابعتك لينا هذه الحلقة صلي في قلبي ان ما تعرفه يتحول الى حقيقة بالتعشها كتلميذ حقيقي للمسيح الى ان نلتقي ربنا معك امين